الواقع اللي تقول انه لما اخرجوه من الزنزانة الى المقصلة او الى مكان الاعدام خلنقول انه مجموعة من الضباط الامريكان اصطفوا الدولة التحية العسكرية حتى كون صادق ودقيق انا ما عندي علم تنام علي نفس الماكت موجود فتنام علي نفس الاخبار قد يكون صحيح وقد يكون يجوب موضوع مشاهدت لبغداد النظرة الاخيرة على بغداد من الجو هل هذه صحيحة وهذه اثناء العملية اللي اجروا لها بمستشفى ابن سينة هو حدثني عنها عملية الفتق اي صارت عندها عملية اي صارت عندها عملية فتق ونقلوا للمستشفى ابن سينة و اجروا لها العملية وذكر لي انه انسانية امريكا وصلت انه اجروا لها العملية بدون تخدير حتى اذوه وما دار بال يعني فتحوا المنطقة اجروا لها العملية واستأصلوا زادة بدون تخدير اي فطلب منعدهم ان يعني شو يعني ينزعون هاي الشدون بها عيونه رغم انه يعني سبق وانتكلمت للجامب الامريكي انه تلبسون الظارات معتمة يعني اليق الى وفيما بعد نعم جابوا لنا الظارات معتمة وقام يلبسوها الى فقالهم اني يعني انزعوا عني هاي خلونا اشوف بغداد خلونا اشوف بلدي فاستجابوا الى بالسيارة ولا بالطائرة بالطائرة هاي من اخلوه مسيشفى بنسينة وشاف بغداد شاف بغداد نعم دكتور خليل الدليمي انا اشكرك جزيل الشكر لما ابديته وما طرحته من معلومات وفيرة وغزيرة حقيقتنا ولا ربما يسمعها المشاهد العراقي الكثير منها يسمعه لأول مرة شكرا جزيلا اليك ايضا لا بد من القول ان كل ما ورد في هذه الاجزاء الثلاث من المقابلة مع الدكتور خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الاسبق واركان النظامه لكم او لأي طرف حق الرد من خلال قناة التغيير وهذا حق مشفوع للجميع ان تضمن القناة بما نرتقي وما نجده مناسبا احبة المشاهدين الكرام اشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم واهتمامكم الى هنا نأتي الى نهاية الجزء الثالث والاخير من هذا الحوار المهم ألقاكم في لقاءات وحوارات اشتركوا في القناة